بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل الفيديو الثالث Deflection in Beam باستخدام طريقة Double Integration Method أخذنا بهذا المثال بالفيديو السابق كانت ليفر بيم وشنو عليه عليه قوة مركزة عليه قوة مركزة زيان إذا ريد مثال آخر هم كانت ليفر بيم بس شنو عليها عزم كانت ليفر بيم عليها عزم طبعا هذا رح يسهل علينا حسابة العزوم اللي هي الخطوة الأولى من نقول إذا عندنا قوة نجي نحسب العزوم فبهذا المثال أبسط من المثال السابق برأيه يقول عندي كانت ليفر بيم زيان عليه Moment بالنهاية مالته قيمته M dot يريد يحسب equation of elastic curve يقول لك هنا EI is constant ثابته أوكي بما أنه هو عزم إذن شو تقول أنت هنا بالسابق شعندي هم عندي عزم إذن M هو M not أوكي فتجي رأسي نتخلي المعادلة مالتك EI D تربع Y على Dx تربع تساوينا M M هو M note لما أنه هنا M note يعني عندي هنا M note أوكي تكاملها مرة شو تطلع تطلع DY على Dx يساوينا M note X زائد C1 أوكي تجي تكاملها مرة لخ شو تقول EY EI في Y Mx تكاملها Mx تربع على 2 C1 يصير C1 X زائد C2 ما لتكامل الثاني تجي على boundary condition إنتم هنا أنا عندك Fixed support نقلنا إذا X تساوي 0 معنات هالدفلكشن شو بي صفر الدفلكشن صفر وال slope هم صفر مو إذا X تساوي صفر عندي slope صفر وإذا X تساوي صفر شو عندي الدفلكشن هم صفر إذن C1 وC2 بهذا المثال هي قيمتها شقد صفر إجي هنا ما يقول لك السلوب ترى هو DY على DX فإذن السلوب يساوي لي يعني جاب هذه المعادلة مو جاب هذه المعادلة شقال شال DY على DX خل لما كان هم ثيتا قال تساوي أن M dot X على EI لأن C1 صفر DY على DX التي هي ثيتا قال ثيتا تساوي M dot X على EI وهنا نش إجا قال الدفلكشن شي يساوي للدفلكشن يساوي أن M X تربيع على 2 على EI أوكي هذا قيمة السلوب وهذا قيمة الدفلكشن زين إذا X تساوي أن L عوض مكان كل X L عوض مكان كل X L السلوب والدفلكشن السلوب هو M L على EI و ML تربيع على 2 EI هذه قيمة الدفلكشن بالمثال السابق أخذنا كونتليفر عليه قوة مركزة هس أخذنا بهذا المثال كونتليفر عليه مومنت أوكي زين نشوف عندنا مثال آخر ماذا يقول بهذا المثال آخر يقول نفس هذا كالمثال السابق هذا نفس المثال إذا عندك EI قيمة وال M قيمة وال L قيمة أرقام شلون تجي تطبق الأرقام يجي هنا ناشي يقول لك شي جدا بسيط يعني يقول لك E هذه قيمتها I هذه قيمتها L هذه قيمتها moment هذه قيمته أوكي فإحنا مو قلنا الثيتا تساوي M في L على EI عوض تعويض مباشر تطلع لك قيمة الثيتا ووحداتها ريديان زين مو قلنا الدفلكشن يساوي أنه M L تربيع على EI في 2 عوض أرقام مباشر تعويض مباشر تطلع لك القيمة جيد بالمليمتر أوكي وهذا تطبيق مباشر حتى صر عندك شوية خبرة بالموضوع زين إذا نشوف مثال آخر المفرص عدنا خبرة إحنا هسه هذا المثال شبيه هذا المثال مو كانت ليفر هذا المثال سيمبل سابورتد وعليه عزم ومثل ما تعودنا الطريقة مالتنا ثابتة أول خطوة نجي نسويها نحسب الرياكشنز دي أشعدنا هنا قيمة لعزم نجي نحسب الرياكشن هنا الرياكشن قيمته M وهنا الرياكشن قيمته M هذا اتجاه موجب وهذا الرياكشن اتجاه سالب ليش لأن يعكسون اتجاه هذا العزم يجي يخلى المعادلة مالتها EI المشتقة الثانية اللي هي D تربيع Y على DX تربيع معبر عنها Y دبل داش أوكي شي يساوي لنا يساوي M over L في X هنا نظر ما هو كان يساوي لنا M فهذا هنا ما اختصركم خطوة هذا كل هو قيمة M شون دا يحسب قال على بعد X على بعد X شعندي عندي هذه القيمة وعندي هذه القيمة داخلة ف ML في X خلاها موجبة ناقص M هذا عزم في X ناقص A في X ناقص A S 0 أوكي لأن عزم يجيش قال هنا كاملها مرة تكاملها شنو M على L X تكامل تربيع و X تربيع يصير 2 يعني M X على L هي تكاملها M X تربيع على 2 L ناقص تكامل M X ناقص A 0 يصير M X ناقص A 1 زائد C يجيش كاملها مرة لخ ما طلعت عندي هذه X تربيع يصير X تكعيب على 2 في 3 L يعني X تربيع هذا تكامل X تكعيب على 6 هنا بما كان 1 وهنا 1 يصير 2 1 2 زائد C X زائد C 2 C 1 تكامل C 1 X بما أن تكامل ثاني جدي C 2 يقول X 0 يعني بهذه النقطة فأن الدفلكشن 0 بما أن الدفلكشن يعني هذه المعادلة بهذه المعادلة أوكي الدفلكشن 0 يعني C2 0 بس هذا مو فكس هذا pin يعني أكو rotation أكو سلوب ضع أكو سلوب فقيمة قيمة C1 لدينا مجهولة لأن C1 هنا لدينا السلوب ليس 0 فلا تستطيع تقول X إذا تساوي X 0 معنات هالثيتا تساوي 0 لا تقول بس بالدفلكشن لدينا بالسابور هذه الباوندر كوندشن بالسابور السابور إذا كان فكس فالدفلكشن 0 والسلوب صفر الباوندر كوندشن السابور إذا كانت بن فمعنات الدفلكشن 0 والسلوب مجهول أكو قيمة للسلوب فرح نستخدم الباوندر كوندشن حتى نحسب قيمة C2 شون عرفنا قيمة C2 0 من خلال معادلة الدفلكشن قلنا بما أن الدفلكشن 0 إذن هذا كلها 0 فشيصر عندك C2 0 هس رح نحسب C1 شون نحسب C1 رح نقول إذا X تساوي L والدفلكشن يساوي 0 هنا أنا هم عندي 0 إذا X نعوض عنها كل L ف الدفلكشن 0 فرح تخلي 0 1 على 6 هاي نزلتها نفسها نزلتها نفسها بس C2 راح عندك أوكي وتعوض مكان كل X شو تحوط مكان L أوكي تجي تبسط المعادلة هذه صار فرق بين مربعين أوكي بسط المعادلة إلى أن صارت عند المعادلة بهذه الصورة لما صارت عند المعادلة بهذه الصورة هذه C1 إجرد يحسب C1 هو إش قال بهذا السلايف جاب C1 L مكان الصفر وخلى ذول قيمتهم صارت موجبة C1 قسم هم على L طلعت عنده طلعت عنده هذه قيمة C1 أوكي رجع النوبل عوض قيمة C1 بالمعادلة الأصلية عوض قيمة C1 بالمعادلة الأصلية اللي هي هذه أوكي مو قلنا C2 صفر فإجا وجاب C1 وخلاها هنا لما جاب C1 خلاها هنا صارت عنده هذه المعادلة هو شير يريد قات X تساوي A مكان كل X شي تخلي A مكان كل X تخلي A أوكي هذا هنا عنده A هنا عنده A فتج تبسط المعادلة وراح يطلع عندك هذا الجواب النهائي ضابط التكامل ضابط الرياضيات الدفلكشن بالبيمز باستخدام دبل انتغريشن كل سهل رح يصير عندك ما ضابط التكامل ما ضابط الرياضيات راجع شوية مراجعة بسيطة لأن كل تجيب وزع وهذا كل اللي عندنا بهذا الفيديو بالفيديو الآخر راح نشرح مثال بحمل منتشر نرجع على المثال الأول من قلنا هذا حمل منتشر مو بنهاية البيم نشوفكم بالفيديو الآخر موسيقى موسيقى